نيجي بقى للناحية العلمية فعملوا حاجة اسمها mapping للhuman genome هنوضح الكلام ده ونبسطه جدا لكن دي الحقائق الاساسية اللي عايز استفادة احنا على اتم استعداد نقدم التفصيلات العلمية الضخمة جدا 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 مستعدين نقدمها بس النهاردة انا هتكلم على الاساسيات اللي كلنا متفقين عليها عملوا ايه الخريطة الجينية دي في حاجة اسمها dnA اللي احنا حطينه في النص ده ده عبارة عن الشفرة الجينية اللي جوه الخلايا هقول حاجة بسيطة قوي عشان بس نفهم الموضوع اي خلية لها مركز تحكم اللي هو اسمه nucleus النواة في النواة دي فيه كروموزومات في الانسان فيه 46 كروموزوم على الكروموزومات دي فيه جينات الجينات دي مكونة من حاجة اسمها dna isoxy ribonucleic acid الحمض النووي ده فيه كل الصفات الوراثية متشفرة يعني محطوط بيها كود بحيث انه لما تنقسم الخلية الكود ده يروح ويصنع حاجة تاني والخلية دي بتتحكم فيها هذه الجينات فعملوا قالك ايه طب فيه اشكال مختلفة زي ما احنا شايفين على الصورة خدوا عينات من الجينات بتاعة كل المجموعات البشرية المختلفة وحللوها وعملوا خريطة فطلع ان احنا كلنا زي بعض الفرق في الشكل واللون عبارة عن واحد في الالف هو اللي عامل الفرق ده ده كل الحكاية واحد في الالف هي اللي عامل كل التغيرات المهولة اللي موجودة في الحوالي 8 بليون شخص اللي بيعيشوا في العالم دلوقتي لكن التركيبة الاساسية كلنا واحد لان كلنا ابناء هدم وحواء اللي خلق على صورة الله وشبه فدي حاجة مهمة جدا الكلام اللي انا كنت بكتبه وانا في الامتحان علشان انجح اقول ان احنا الجنس الاسترالي والمنغولي والخوخازي والكلام ده كله كل الكلام ده ثبت انه كلام غلط الكلام الصح ان كلنا جنس واحد طبعا فيه ادلة كتير على هذا الكلام انا بس حطيت دهو هقولها بسرعة جدا من البيولوجي في امريكا بيقولوا ما فيش اساس في الجينيات يخلينا نفكر ان فيه اختلاف بين البشر